ديمقراطيون في مجلس النواب تمكنوا من إقرار مشروع قانون جديد للإبقاء على الحق في الإجهاد في خطوة يصفونها بأنها الرد الأول من نوعه على قرار المحكمة العليا التراجع عن حق النساء في الإجهاد بعد نصف قرن من إقراره من قبل المحكمة العليا يجب على النساء أن يكافحن مرة أخرى من أجل حقوقهن الأساسية ضد محكمة عليا وحزب جمهوريا متطرفين الجمهوريون يهدفون إلى أبعد من قرار المحكمة إذ يريدون تجريم الإجهاد في كامل الولايات الخمسين تصويت الديمقراطيين على مشروع القانون كان متوقعا نظرا لامتلاكهم الأغلبية في مجلس النواب خاصة بعد المطالب المظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد احتجاجا على قرار المحكمة العليا ولمطالبة المشرعين وإدارة الرئيس بايدن باتخاذ إجراءات قانونية تسمح بالإبقاء على حق الإجهاد علينا أن نمرر قانونا حماية النساء والأخفال لأنه من حق كل امرأة مهما كانت ظروفها أن تحصل على الرحاية الصحية في حال قرارات الإجهاد هذا القرار من جانب الديمقراطيين في المجلس وزيه العمل في الوقت الحاضر كذلك على مشروع قرار آخر يمنع تجريم الإجهاد للمتنقلين بين الولايات التي تسمح بذلك وغيرها التي لا تسمح لاعتقاد بين المشرعين الديمقراطيين بأن هذا الإجراء من شأنه أن يحمي النساء الراغبات في الإجهاد عند التنقل بين مختلف ولايات البلاد في قصة الطفلة صاحبة العشر سنوات بولاية أوهايو أبلغت طبيبها أن كانت مضطرة للذهاب إلى ولاية أخرى للإجهاد هروبا من القوانين في ولايتها بعد تعرضها للاقتصاب قرار مجلس النواب الجديد يظهر المصار القانون الطويل الذي سيواجه به قرار المحكمة العليا سواء نمام المجالس المحلية أو الحكومات في مراحل تنفيذه أو السعي لتعطيل العمل به يدرك الديمقراطيون قبل غيرهم أن الأمل ضعيف في إمكانية إقرار القانون على مستوى مجلس الشيوخ وذلك بسبب الموقف المشترك بين الأعضاء الجمهوريين من قضية الإجهاد لكنهم في مقابل ذلك يسعون إلى إصال رسالة إلى قواعدهم أنهم سجلوا هذا الموقف على مستوى مجلس النواب وأن انتخابات نوفمبر القادم يجب أن تصب في اتجاه الداعمين للإبقاء على حق الإجهاد رابح في لالي الحرة واشنطن